تدولات لنصف ساعة في الحقيقة مراد الغريب أنه لا يوجد أي شيء معين لا يوجد أخبار معينة تؤدي إلى هذا التراجع قمت باتصالات عديدة في السوق الجميع يقول أنها مجرد عمليات بيع يعني ما يجب أن نتحدث عنه هو الآن هو أن ما هو حجم التدول الذي سبب هذا التراجع نحن الآن نتحدث عن تراجعات بعد أن عادت التدولات في هذه اللحظة تم إيقاف التعامل لنصف ساعة لتجاوز مواشر EGX 100 نسبة 5% وهو شيء متعرف عليه فبالتالي بالكاد تجاوزت 50 مليون جنيه فقط 50 مليون جنيه ما هي مقدار الخسائر السوقية التي تعادل هذه 50 مليون جنيه نتحدث بالمليارات فبالتالي هذا هو السؤال الذي يجب أن نسأله الآن المؤثر على هذه المؤشرات هو الأسهم القيادية والأسهم التي تدخل في احتساب مؤشر EGX 70 و100 100 أو 1000 سهم على سهم كمثلا أراسكم تلكم أو على أراسكم للإنشاء أو على التجاري الدولي مجرد صفقة واحدة بألف سهم أو ألفين سهم تستطيع أن تخفض السوق بهذه الصورة التي تراها وبالتالي تستطيع أن ترى حالة من البيع الهلعي على أسهم أخرى هي التي تؤدي إلى هذه الصورة التي نراها هل هناك مسببات رئيسية؟ إلى الآن لم يتضح أن يكون هناك شيء معين مباشر إلا إذا كان هناك أخبار قد نستمع إليها فيما بعد لكن السؤال هو هل يجب الآن في مثل هذه الحالات إذا لم يكن هناك خبر هل يجب الآن أن نبحث عن آلية جديدة تقنن هذه التأثيرات من التدولات بسيطة لتؤدي إلى خسائر بالقيمة السوقية بهذا الحجم؟ هذا هو السؤال الآن كان هناك العديد من المحللين والعديد من المراقبين ينادون بهذه النظرية ينادون بأنه يجب أن يتم تعديل لهذه الآلية لا يمكن أن يكون هناك 100 أو 200 سهم فقط يتم تداولها على سهم مؤثر على السوق يخفض السوق بهذه الصورة هذه هي الآلية التي يتحدث عنها الجميع الآن جميع من تحدث معهم في السوق عن المسببات ذكروا هذه النقطة لأنه لا يوجد مسبب رئيسي حتى الآن اللهم إلا إذا كان هناك أخبار أخرى سيتم تداولها طبعا نحن سنتابع السوق حتى نهاية جلسة هذا اليوم وسنركز بشكل موسع في فقرة السوق المصري على هذه النقطة التحدث